لا يصلح هذا المكان للعيش لكن هؤلاء المواطنين يتخذون منه مأول للإقامة والحياة وبالقليل من الغذاء يحاولون سد احتياج بطونهم الخاوية فكل ما تسير عليه الحياة هنا في ضواحي الحديدة الساحلية بدائيا في مدينة تقع على البحر الأحمر وتسخر بأحد أهم الشواطئ العربية كما تمتاز بمينائها الشهير وعلى الرغم من امتلاك المحافظة لمقومات عدة إلا أن الفقر وانتشار الأمراض يستحوذان على نصيب الأكبر من شرائح السكان بين المحافظات اليمنية كبيرنا شغالنا وكبيرنا عوائزنا وملابس طفالنا وبطاطينا وذا وهربنا الله بطفالنا فلتنا لبيوتنا وسافرنا لنا نزحنا لنا هذه عشرات الأسر نموذج للحالة التي يعيشها النازحون في أغلب محافظات الحديدة لا سيما من لجأوا إليها بعد أن شردتهم الحرب وهجرتهم من المحافظات القريبة بسبب قصف التحالف العربي تتركوا مناطقهم في أطراف مديرية حرض الحدودية بمحافظة حجة ليستقر بهم الحال هنا لا يكفي أن يفروا من الحرب فيتلقفهم الشتات والجوع والحر والإهمال فحياة كهذه ليست أبعد من لحظات لاستكمال الغموض الذي يلف واقعهم وأيضا مستقبلهم بعد أن تخلوا مجبرين عن ممتلكاتهم لا خدمات ولو بسيطة تناسب إقامتهم هنا ولا وسائل صالحة للعيش سوى بعض المساعدات التي تصل إليهم من المنظمات العاملة في الجانب الإنساني لتبقى معاناتهم شاهدة على حرب استنزفت كل شيء وأصبح الإنسان هدفا للطيران والموت وفي أفضل الأحوال للتشرد والضياع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة